يهلا فيكم يا تحيهم حدثني أحد أصدقائي ظابط برتبة نقيب في قسم التحقيق في الشرطة بهذه القصة العجيبة اللي احدثت معه شخصيا آمل منك أن تسمعها بتماع وننظر أنا وأنت للعبر التي يمكن أن نستفيدها منها لعلها تحرك أفئدتنا وقلوبنا ونعتبر بما فيها قال لي محدثي في يوم من الأيام يوم الخميس كبصات المغرب بقليل جاءت سيارة مسرعة بسرعة جنونية في طريق سريع واصدمت الرجل كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وهرب السائق الذي صدم هذا الرجل وقد تمكت الشرطة في نفس اليوم من إلقاء القبض عليه والرجل اللي اصدمتها السيارة توفي في الحال وعند البحث عن الأوراق التي كانت بحوزته تبين أنه قادم للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات حتى يحفظ في الثلاجة ويأتي أحد أقاربه للسؤال عنه واستلامه مضى أسبوعين ولم يسأل عنه أي أحد في نهاية الأسبوع الثاني بدأ الضابط يبحث عن هاتف منزله من خلال الأوراق التي كانت بحوزته اتسر الضابط بالمنزل فردت عليه امرأة فسألها أين فلان؟ قالت له غير موجود فقال لها وماذا تقربين أنت له؟ قالت أنا زوجته فقال لها متى سيعود؟ قالت له لا آلم لقد خرج منذ أسبوعين ولا نعلم عنه شيء وأنا وأطفال الأثنين ننتظر عودته أنهى الضابط المكالمة معها دون أن يخبرها بما حدث لزوجها وبدأ الضابط يفكر في أمر هذه المرأة وكيف يبلغها بأمر زوجها الذي دعسته السيارة ومات ظل الضابط في حيرة من الأمر لبدة يومين ثم قرر بعدها إبلاغ هذه الزوجة بما حدث لزوجها المهم اتصل الضابط عليها مرة أخرى وأبلغها بالأمر فحزنت حزنا شديدا وبكت وهو يهدثها ثم طلب الضابط منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية وينهي الإجراءات النظامية أبلغته هذه المرأة بأنه لا يوجد لها أقارب إلا أم لزوجها يسكن في منطقة تبعد عنهم مئات الكيلومترات والعلاقة بينهم مقطوعة تابع الضابط موضوع هذه المرأة بنفسه حتى دفن زوجها وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للمرأة أخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول إنني لا أملك شيئا ولا أستطيع الدفع لها وبعد مرور ثلاثة أشهر من الحادث استطاع أن يحضر سك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة إثنين وطوية القضية على أنه معسر وسيتم سداده لهذه المرأة عندما تتحسن حالته المالية تصور أخي حالة هذه المرأة المادية التي كان زوجها يبحث عن عمل يقول الضابط كنت أجمع لها بعض النقود وأعطيها إياها وكنت أدلها على بعض الجمعيات الخيرية في البلد ومرت الأيام وفي يوم من الأيام وبعد سنة بالضبط من الحادث الأول كنت مناوبا في المساء وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة ويقدر الله أن أرد على هذه المكالمة وأنا بحضرة حوالي عشرين ضابط وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات ذهبت إلى موقع الحادث للتحقيق فيه فوجدت أن سيارة صدمت رجل ومات في الحال وكانت الجثة مشوهة جدا لا أحد يستطيع التعرف على ملامح هذا الميت وكان اليوم خميس والوقت قبل المغرب بقليل وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة والصاعقة التي تيقنت من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب تبين لي بأنه هو نفس الشخص الذي عمل الحادث وظلم المرأة في نفس المكان ونفس الموعد بعد سنة من الحادث الأول وبنهول المفاجأة بالنسبة لي أخذت أتردد على المكان عدة مرات ولعدة أيام وقست المسافة بين موقع الحادث الأول والحادث الثاني فوجدت الفرق خمسة أمتار بينهما ومما زاد من المفاجأة أن الذي توفي في الحادث الثاني جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له منها انظر أخي المسلم كيف أن الرجل الأول كان في الطريق للبحث عن عمل وكان الثاني في الطريق لشراء سيارة جديدة يقول صاحب القصة فأخبرت القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل وما كان منه وقد قدر الله أن سائق السيارة الذي صدم الرجل الثاني كان يعمل في شركة كبيرة وعندما طلبت منه الدية أحضرها سريعا ولكن القاضي حكم بأن تكون هذه الدية من نصيب المرأة التي ظلمها هذا الميت وبهذا تمت القصة فلنتأملها جيدا ونستفيد منها أن الجزاء من جنس العمل وأن دعوة المظلوم مستجابة وأن الله يمهل ولا يهمل فلتكن لنا عبرة الجزاء من جنس العمل والله لا يضيع حق أحد قصة معبرة كل الشكر والتقدير لكم جميعا وإلى لقاء قريب مع قصة جديدة وموعظة جديدة ودمتم بحفظ الله ورعايته وتصبحون على خير